ازاي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وهل ممكن حد يشوفه في اليقظة ولا لأ وازاي تتأكد او تعرف ان اللي انت شفته ده هو النبي فعلا يلا نشوف كلنا تقريبا بنسمع الناس بيقولوا ان هم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام منهم اللي بيوصفوا اوصف معينة مطابقة للي موجود في الكتب عن وصفه ومنهم اللي بيقول اوصف تانية خالص طيب ليه كلام الناس بيختلف عن اللي شافوه غيرهم هنحاول نبسط الموضوع ونشرح كذا نقطة مهمين جدا النبي عليه الصلاة والسلام قال من رقاني في المنام فسيراني في اليقظة او كأنما رقاني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بيه طيب معناه ايه الكلام ده بالزبط لو حد شاف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بنفس الاوصاف اللي مذكورة عنه يبقى هو فعلا شافه ودي من اعظم الرؤى اللي الواحد ممكن يشوفها طيب لو شافه بس مش بنفس المواصفات اللي معروفة عنه ركز بقى في الكلام ده كويس جدا يبقى اللي شافه ده مش النبي ممكن تكون حاجة من وحي خيال الشخص او الشيطان هيقله ده طيب ليه وازاي مش النبي قال الشيطان مش بيتمثل في صورته ده حقيقي لكن ممكن يتمثل في اي صورة تانية غيره ويحاول يقنعك ان هو النبي فاهم قصدي طيب نوضح اكتر مدام اللي انت شفته في الحلم مش بنفسه مواصفات النبي عليه الصلاة والسلام ما تعتبرش نفسك شفته لانه مش هو لان انت ممكن تبني قرار في حياتك بناء على الشخص اللي انت شفته او توجيه معين منه او ما شابه وده شيء في منتهى الخطورة لكن لو بنفس المواصفات المعروفة عنه اللي موجودة عندنا في الكتب اطمن تماما واخد اللي هيقوله لك ده زي ما هو كده من غير ما تشك لحظة في مصداقية الرؤية دي طيب ازاي نعرف ان اللي شفناه في الرؤية ده هو النبي فعلا بص هنحاول نقرب الصورة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام في ذهنك شوية فحاول تتخيل اللي احنا هنقوله ده علشان يكون عندك خلفية الوصف اللي هنقوله ده من نصوص واحاديث هتلاقوها موجودة في المصادر تحت الفيديو لو ربنا كتب لك رؤيته باذن الله هتشوف راجل بالمواصفات دي لا هو طويل قوي ولا قصير بين الطويل والمتوسط يعني معتدل مش رفيع ومشتخين جسمه متماسك كده عنده ده ان قد قبضة الايد يعني مش طويلة جدا وفي نفس الوقت مش خفيفة اسنانه شكلها حلوة متفرقة مش لازقف بعضها يعني في بينهم فراغات كده منخيره فيها شيء من الطول والعظمة اللي بتبقى بارزة شوية من النص دي عينيه مش ديقة هي ميلة لانها واسعة اكتر وتحسها مسحوبة شوية من الجناب شيء بسيط جدا يعني كأن الشق بتاع عينه طويل والسواد بتاع عينه شديد جدا يعني هتشوفه اسود شديد جدا والبياض في حمرة بسيطة كده كأنها عروق صغيرة جدا رموشه طويلة وكسيفة يعني لما تبصله تحس ان هو حاطت كحل لكن هو مش حاطت حاجة حواجبه طويلة وتحس انها بشكل مقوص شوية وطويلة من الجناب برضو شوية لو قربت منه جدا هتلاقيهم كأنهم متصلين بشعر خفيف كده من النص لكن من بعيد مش بيبان ده جبهته عريضة شوية شعره شديد السواد نازل لغاية ودنه مش ناعم ولا مجعد هو متوسط كده وشه ابيض وخدوده فيها شيء من الحمار اعتقد انك كونت صورة في خيالك دلوقتي لو شفت في الرؤية الصورة دي ما تحكيش لأي حد واحمد ربنا لان دي حاجة على فكرة ممكن تتحسد عليها واتطمن وخليك متأكد ان اللي انت شفته ده حقيقة مش مجرد حلمه خلاص طيب ايه هي الطريقة اللي ممكن تخلينا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام بص هو الموضوع ده في الاول وفي الاخر رزق لكن في باب اجتهاد كده لو عملته ممكن ربنا يكتب لك الرزق ده والله اعلم طيب اللي هو ايه بالزبط شوف احنا هنضرب مثل بسيط كده انت لو ركزت في بحث مثلا عن شيء معين اديت وقتك ومجهودك وتفكيرك وركزت فيه جدا لدرجة ان هو بقى شاغل بالك قوي هتلاقي نفسك بشكل تلقائي بتشوف اللي شاغل بالك دايما ده في المنام غصب عنك اظن بتديت تفهم دلوقتي عايز اقول ايه لو خليت اللي شاغل بالك ده هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تفاصيل حياته شكله تصرفاته كان بيتعامل مع الناس ازاي كان بيحب يأكل ايه وما يكلش ايه كان بيعامل زوجاته ازاي وهكذا ومليت قلبك وعقلك بيه وبقيت فعلا تدافع عنه بحب مش بعيد ابدا ان ربنا يكتب لك رؤيته ان شاء الله وساعتها دي تبقى من اعظم الحاجات اللي حصلت لك في حياتك طيب هل في حد ممكن يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة كده يعني مش في المنام لا كده في اليقظة شوف هو في علماء قالوا ممكن وفي علماء قالوا مستحيل هتلاقوا الرأيين في المصادر تحت الفيديو والله اعلم بصحة الموضوع ده اكيد اللي الكل مكتفق عليه ان ممكن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ودي كرامة كبيرة جدا مش بتحصل لناس كتير طيب اكيد في ناس بتسأل دلوقتي لو شفته مثلا من ظهره او من الجنب او ما شفتش ملامح وشه كويس بص هو ماينفعش نقولك انك ما شفتوش كده الله اعلم لكن في الاخر هي رؤية خير اللي انت شفتها دي بازن الله لكن احنا بننفي صحة الرؤية اللي مافهاش الوصف بتاعه المعروف عنه ربنا يكرمنا باتباع سنته ويرزقنا رؤيته ويجمعنا بيه ان شاء الله في جنته في الفردوس الاعلى امين لو عجبك الفيديو ده وطريقة الشرح ننساش تعمل لايك للصفحة وسبسكرايب لليوتيوب هتلاقي فيها فيديوهات كتير جدا مفيدة بنفس طريقة الشرح دي ولو عندكو اي مقترحات لأي مواضيع اكتبوها لنا في الكومنتات السلام